كشفت وزارة الداخلية الليبية أن الفيضانات التي أصابت مدينة درنة محت مناطق وأحياس سكنية بالكامل وكان مسؤول حكومي أشار إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة عودت فيضانات الإعصار دانيال بأكثر من أحد عشر ألف شخص شرق ليبيا فيما لا يزال نحو عشرين ألفا في عداد المفقودين اشتركوا في القناة